بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم إن الله سبحانه وتعالى من لطفه علينا وعلى البشرية جمعاء هو أنه أنزل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم قبل خلق الخلق وجعلهم محدقين بعرشه يعلمون الملائكة التسبيحة والتهليل كما ورد ذلك في مستفيد الروايات وحينما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة السجود لآدم فأبا إبليس عن السجود خاطبه الله سبحانه وتعالى وقال له أستكبرت أم كنت من العالين أنت تكبرت عن أمر الله سبحانه وتعالى فلم تسجد أو أنت من الجماع العالين الذين مرتبتهم أعلى من آدم فلا يصح أن يسجدوا له أم كنت من العالين لأن الملائكة كانوا يعرفون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأنهم كانوا يتعلمون منهم التسبيح والتهليل وكانوا يعلمون بأن هؤلاء من عنصر أعلى وأشرف فلذلك كانوا يعلمون بأنه لا معنى لأمرهم بالسجود لآدم فلذلك الله يقول لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين وفي الأحاديث تفسير العالين من محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام إذن فالله سبحانه وتعالى خلقهم من عنصر أعلى وأشرف ولكن لطفا للعباد أنزلهم الله سبحانه وتعالى إلى هذا العالم ولذلك هذا اللطف لنا ينبغي علينا أن نستفيد من هذا اللطف الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده يعني بار بهم لأن اللطيف إلى ثلاث معاني أحد المعاني بمعنى البر البار بعباده ومن المعاني العالم بشيء اللطيف ومن المعاني أنه لا يرى أقصدنا من اللطيف هنا البار بعباده فلذلك الله سبحانه وتعالى من غير استحقاق مننا غمرنا بالنعم إحنا كنا نطلب من الله سبحانه وتعالى شيئاً لا لا نطلب منه شيئاً وإنما هو تفضل علينا بالخلق أن خلقنا وتفضل علينا بأن غمرنا بالنعم وإذا أمرنا بالطاعات فليس لحاجة منه إلى طاعاتنا لأنه إذا إحنا كلنا كفرنا فإن الله هو الغني الحميد لا يحتاج إلى عبادتنا وإنما أمرنا بالعبادة لأن نفعها يرجع علينا أيضاً إذا الله سبحانه وتعالى حرم علينا أشياء لأن ضررها يرجع علينا مو أنه الله سبحانه وتعالى يتضرر من ذلك بشيء قد واحد من الأخوة كان عنده مثال لطيف يقول إذا أنت سمعت أنه في إحدى غابات إفريقية في مجاهيلها مليون نملة رافعين شعارات ضدك يسقط فلان مليون نملة في مجاهيل أفريقيا رافعين شعارات ضدك تتأثر؟ لا تضحك لأنك لا تحتاج إليهم ولا يضرك شعارهم تعد النسبة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أكثر من نسبة نملة بالنسبة لدينا لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ونحن المخلوقون والله سبحانه وتعالى لا محدود ونحن محدودون كل هذا الكون في رواية لطيفة تشبيه حتى إحنا نفتهم تشبيه المعقول بالمحسوس لأنه هناك بعض الأشياء معقولات الإنسان ما يدركها إلا إذا شبهت بمحسوس هذه الأرض الوسيعة وهذا الكون الوسيع اللي العلم الحديث علم الفلك كل ما يتطور يزداد حيرة في هذا الكون الوسيع الأرض كرة صغيرة في منظومة شمسية والشامس نجمة صغيرة من نجوم المجرة مجرة درب التبانة اللي فيها مليارات النجوم أكو بعض النجوم ألف مرة أكبر من الشمس وأكو بعض النجوم مليون مرة أكبر من الشمس ومجرتنا اللي الشمس إحدى مليارات نجومها هي إحدى المجرات في مليارات المجرات وما بعد المجرات شنو لحد الآن العلم ما واصل إلها يقولون ثقوب سوداء ومادري شنو من هالتعبيرات كل هذا الكون على عظمته التشبيه في الرواية إذا هذا الكون إذا تريد تقيسه إلى عظمة الله سبحانه وتعالى كبقه في هاي الكرة الأرضية هاي الكرة الأرضية إذا تقيسها بكل هذه الكرة الأرضية قابل القياس أصلا لا والنسبة بين الكون وبين الله أكبر لأن الله لا محدود وهذا الكون محدود على كل حال فالله سبحانه وتعالى من لطفه أمرنا ونهانا نفع هذا الأمر يعود إلينا إذا امتثلناه والضرر هذا النهي يعود إلينا إذا خالفناه فحتى عندما يأمرنا وينهانا لمصلحتنا لا لمصلحته مثل أم ترى في يد طفلها الصغير سكينا تؤمر بأنه مثلا يلقي هذا السكين قد لا يدرك هذا الطفل ضرر هذا السكين وإذا أخذ منها السكين يبشي ويصيح لكن فعل الأم شنو هو من شفقتها على هذا الطفل من لطفها من رحمتها الله عندما ينهانا عن بعض الأمور قد لا ندرك ضرر هذه الأمور بعض الأحيان الإنسان يفكر أنه هذا ليش حرام هذا ليش واجب لكن هذا لقصور عقولنا أو لقلة معلوماتنا لأن الإنسان كلما ازداد علما أو ازداد عقلا يدرك بعض الأمور فالله سبحانه وتعالى من لطفه خلقنا من لطفه غمرنا بالنعم من لطفه أمرنا ونهانا حتى الجنة هذا هم اللطف الله احنا من استحق الجنة أصلا مو احنا حتى الأنبياء ما يستحقوها وإنما تفضل من الله سبحانه وتعالى لأنه هذا النبي اللي الله سبحانه وتعالى خلقه زين كان يطلب شيء من الله اللي الله خلقه لا يطلب شيء من الله الله غمره بالنعم لا كان يطلب شيء من الله اللي الله اختاره واصطفه لا فإذا عبد الله سبحانه وتعالى هذه العبادة لا توفي نعم من نعم الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة يقول ما معنى أنه إذا آني دهر الدهور عبدتك لم أوف نعمة من نعمك فكيف ونعم الله سبحانه وتعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فحتى الجنة تفضل مثل ما أنت إذا أكرمت فقير بمال يعطيت قصر أصلا وهو لا يستحق شيئا من ذلك تفضلت عليه بقصر ثم قلت له لو قلت لي شكرا راح أطيك قصر ثاني هذا كلامك شنو هو تفضل ثاني عليه هو لو يقول شكرا ما راح يوفيه التفضل اللي أنت تفضلت عليه ولكن مع ذلك أنت تزيد تفضلا فالجنة تفضل لذلك في الحديث أنه يوم القيامة الله يحاسب الخلق بحساب بحيث أن جميع أهل الجنة يشعرون ويعلمون بأن دخولهم إلى الجنة إنما هو بفضل من الله فقط وأهل النار يعلمون ويدركون أن دخولهم في النار إنما هو بسوء أعمالهم وباستحقاقهم يستحقوا مو ظلم هذه تفضلات من الله سبحانه وتعالى جين الله سبحانه وتعالى أحب الخلق إليه أفضل الخلق إليه هؤلاء ينزلهم من المكان العالي حول العرش إلى هذه الدنيا هذا شنو هو؟ هذا غير تفضل من الله سبحانه وتعالى إليه هذا تفضل وهذه النعمة أكبر النعم لكن على الإنسان أن يكون أقلا على المستوى المطلوب السيدة ما يقدر يوفي حق هذه النعمة يوفي جزء صغير من حقها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول ولكن أعينوني بورع واجتهاد لماذا الإمام يقول أعينوني؟ لأن الإمام عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى جعله وصيا لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله بسبب الهداية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أنت منذر يعني الرسول هو منذر ولكل قوم في كل عاصر الله سبحانه وتعالى اختاره هاديا أولهم أمير المؤمنين وآخرهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولكل قوم هاد زين؟ فجاء الله أرسله أرسل الرسول للهداية واختار أوصياء للهداية أيضا زين خنعينهم نسحل المهمة عليهم ولو هما ما يحتاجون لأن الله سبحانه وتعالى يرجعهم إلى مكانهم لكن خنعينهم حتى هذه المهمة تنجز بأحسن إنجاز وإحنا إذا هما اتبعنا هذا مو معنى فشل الرسول أو فشل الأئمة لأن مهمتهم هي التبليغ وقد أدوا هذه المهمة بأحسن وجه مثل مدرس يجي في الصف يدرس بأحسن طريقة طريقة علمية بحرقة قلب بدرس التلاميذ إذا كم تلميذ نجحه وكم تلميذ سقطه في الامتحان هذا فشل للمدرس سقوط التلاميذ الكسالة لا مو فشل له لأنه هو أدى مهمته على أحسن وجه لكن بالنتيجة عندما هذا الأستاذ يرى أنه صرف جهده وكم واحد بسوء اختيارهم بكسلهم ما درسه وسقطه في الامتحان يتأذى حريص عليكم حريص الحرص إذا كان في الماديات يكون مذموم واحد يكون حريص على المال حريص على الجاه حريص على المنصب هذا مذموم لكن إذا الحرص في المعنويات واحد حريص على أن يدرك الصلاة في أول وقتها حريص على أن يدرك الجماعة في الصف الأول حريص على الخيرات وحريص على المبرات هذا الزين هذا الحرص الممدوح حريص عليكم فإذا أمير المؤمنين يقول ولكن أعينوني بورع واجتهاد صحيح أني أديت المهمة بأحسن وجه لكن إذا أرى ظلالكم أرى عصيانكم أرى تخاذوا لكم أتحسر حتى الله قال للرسول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كان يتحسر عليه ماذا؟ فبناء على ذلك علينا الالتزام الكامل وهذا الالتزام الكامل سيوصلنا إلى الدرجات العالية أكو بعض الناس أكو بعض الناس أكو بعض الزلات وبعض الذنوب باب التوبة مفتوح وباب الشفاعة مفتوحة صحيح باب التوبة مفتوح صحيح باب الشفاعة مفتوحة لكن أنت تضمن بأنك تتمكن من التوبة أو مثل ذاك لعنة الله عليه عمر بن سعد أتوب إلى الرحمن من سنتين ولم يوفق للتوبة وبعض الذنوب تؤدي بالإنسان إلى الكفر ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله تكذيب يصير وبعضيين حتى إذا وفق للتوبة وحتى إذا شملت الشفاعة يسوى واحد يتخجل أمام الخلق يوم القيامة يحكم عليه بالنار والفضيحة تصير له وكل ذنوبة تكتشف مو فقط ذنوبة حتى ما أضمره في قلبه يوم تبلس سرائر وبعضيين يقول لهم ما يخالف عفونا عنك مثل فادمجرم يجيبوه بالتلفزيون ويصورون الجريمة اللي مرتكبها ويحاكم ويحكم عليه بعدين يجي عافو عافو ملكي أو عافو أميري أو هكذا قد لا يعاقب يطلع من السجن بس يسوى هالفضيحة وأيضا العذاب في البرزخ أكو في الحديث أنه في البرزخ أنتوا أعمالكم إحنا شفاعتنا يوم القيامة تجيكم بعدين الشفاعة إلها سرعة وإلها بوض واحد اليوم الأول يشفع له واحد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في اليوم الخمسين ألف يشفع له واحد يدخل في النار بعدين من النار يطلعوا الشفاعة تشمله وبعد ذلك انخفاض الدرجات أنت تقدر تكون درجاتك عالية لماذا تكون درجاتك دانية واحد بالذنب حتى لو بعديا استغفر وشملة الشفاعة لكن هذا يسبب أنه درجاته تصير دانية ولماذا واحد يصير درجاته دانية حتى لو شفاعة شملته وكون من الدرجات العالية ويوم القيامة يوم الحسرة لأنه كل إنسان يتحسر حتى المؤمن يشوف كان يقدر أفضل يكون ويكون أحسن ودرجاتك تكون أفضل ومقامه يكون أعلى ورضى الله سبحانه وتعالى عنه يكون أكثر لذلك الإنسان لازم دائما يخلي رضى الله سبحانه وتعالى نصب عينيه حتى يعين رسول الله ويعين الأئمة في المهمة التي الله سبحانه وتعالى أنزلهم إلى هذه الدنيا لتلك المهمة لطفا بنا نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكن نفوس بأعبق البركات تسكن نفوس بأعبق البركات